بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله عظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيأتى عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان اليوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدي الكرام أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة عن أيضا فضل الآيام العشر الأول مثل الحجة ومن أعظم ما يؤدى فيها من الأعمال الصالحات الصلاة وهي عمود الدين كما جاء في حديث معزم الجبل ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذره تسنامه فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذره تسنامه الجاد في سبيله فهي عمود الدين بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد ومن قيامه الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي فالمرء مرهون بصلاته حياته كلها مرهون بالصلاة إن أدها وأحسنها سلم وإن أساء فيها فسد كل عمله نسأل الله العاف والعافي الصلاة أخطر فريضة أدى بل أوجب الواجبات والتي جعلها الشرء الفارق بين إسلام العبد وكفر قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والحديث طبعا يعني الحقيقة شديد جدا 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 ولذلك كثير من أهل العلم كفروا ترك الصلاة لكن على خلاف التكفير طبعا نتركها عمدا كافر باتفاق ولتركها جهودا كافر باتفاق اللي أنكر الصلاة الخلاف في من تركها كسلا حتى ندرك هذا الحقيق والخلاف بين الكفر والتفسيق وكلاهم وبالية نسأل الله العاف والعافي فإذن ندرك هذا المعنى خطير نحن أمام أوجب الوجبات الصلاة مطلوب أداءها رب العباد لم يقل في آية واحدة صلوا بل كل الآيات قال وأقيموا الصلاة أقيموا يعني أقيموا بل أمرنا أن نربي أبناءنا الصغر على الإقامة لكن ما الحكيم يصبنا بهذا يقول يا بني أقم الصلاة وأم معروف فانها المنكر واصبر على ما أصابك على ما تجد في أداها هذه العزائم فبدأ بعزائم الدين وعزائمه يربع لها الطفل في صغره ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع وضلوهم على العشر لحمل الطفل على أدائها بل على حسن إقامتها لماذا الإقامة؟ يا إخواني متى فرض الصلاة دي لها نظام عجيب دونها عن كل أركان الإسلام الفريدة الوحيدة التي فرضت والنبي فوق سبع سموات ليلة المعراج والمعراج معراج النبي رأى فيه كل بل جل ما راه الناس يوم القيامة أحدث يوم القيامة وأهوالها وما يقع لنا على صدق يوم القيامة رأى النبي كم كبير منه بل شهد الجنان وشهد النران وشهد أهلها وأحوالهم وصفاتهم وحكى لنا قدر كبير منها صلى الله عليه وسلم هذا المعراج من من الله على نبيه ومن من الله على أمة نبيه أي نعمة رب العبد أعطاه العبد إن شكرها زادة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ومن أعظم شكرا من رسول الله على نعمة المعراج فهو سيد الشاكرين أم الشاكرين صلى الله عليه وسلم بالنزع شكره من الله عليه في هذه الليلة بفرضية الصلاة بهذه الكيفية وسنوضح هذه الكيفية العجيبة فشرعت ليلة المعراج شكرا للنبي على نعمته فجعل له هذه النعمة ليست خصة بليلة بل جعل الصلاة معراجا له ولأمته إلى قيام الساعة كل البشرية بكاملها يوم القيامة ستعرج في معراج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونها بعيدا والناره قريبا المعراج الذي عرجه النبي صلى الله عليه وسلم سيعرجه الناس جميعا يوم القيامة والمشاهد التي شهدها سيشهدها الجميع النبي جاءنا باليقين الذي عاشه وعلمنا هذا في الصلاة فجعلت الصلاة معراج لكل مصلي في كل صلاة ولذلك تبدأ رحلة رحلة كاملة إلى الله عز وجل يبدأ العبد بالتكبير والتكبير إحرام كالحج لم يقول الله أكبر سميت تكبيرة الإحرام إذا دخل العبد في النسك حرم عليه الكلام وحرم عليه كثير من الأمور كذلك الصلاة بل الصلاة أشد تحريم الحاج الحاج له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يمشي وله أن يخلج لكن الصلاة تحريم كل شيء إلا ذكر الله وأداء النسك صلاة خلصت بتكبيرة الإحرام انخلع عن الدنيا بما فيها ومن فيها الله أكبر من كل هؤلاء وفرغ نفسه وقلبه لرب هذه التكبيرة بداية الإحرام وبداية العروج يستمر يقطع مراحل التي قطع النبي الليلة المعراجة حتى يصل لما وصل إليه النبي في كمال رحلته متى فلضت صلاة لما وصل النبي لحضرة الرب بعد ما تجاوز سدرة المنتهى يقول تعالى ثم دنى فتدل فكان قاب خوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأىه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآيات الكبرى لحظة قدومة على ربه جبريل نفسه معه الرحلة بالكامل ويعطوه التعليمات في كل مراحلها حتى وصل إلى المرحلة الأخيرة لحظة الدخول على حضرة رب العالمين جبريل توقف وقال النبي تقدم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أهنا يدعو الخليل وخليلة نحن حبايا برحلة كلها أهنا يدعو الخليل وخليلة قال يا رسول الله لو تقدمت لحترقت هذا مقامك مقامك لا مقامي فدخل النبي على حضرة رب وحيا وسلم قال وسمعت تصريف الأقلام كتبت الأقدار كلهم واحد واحد وعندها فرض الصلاة لنعرج كما عرج وندخل كما دخل أين جاءت التحية في الصلاة في بدايتها أم في نهايتها في نهايتها أولها بداية الرحلة التكبير الإحرام ثم الدخول ثم المراحل التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة على إسم مرحلة حتى يأذن الله أننا في اللحظة الأخيرة بالدخول عليه بعد ما نركع ونسجد ونتضرع ونتزلل ونتعبد تأتي اللحظة الأخيرة الحاسمة لحظة الدخول على رب العباد في حضرته فنقول التحيات لله ونستحضر أننا في حضرته بالعالمين التحيات لله والصلاوات والطيبات لله ثم نرى الحاضرين على رأسهم سيد المسلين فنبدأه بالتحية حقه هو الشاكر الذي شكر الله على نعمة المعراج حتى منع للأمة بهذه النعمة إلى قيم الساعة نقول السلام عليك أيها النبي ولم نقل السلام على النبي بكافر خطاب لازم المسلم يعيش هذا المعنى حي السلام عليك أيها النبي وتصور أنه في حضرت رب العالمين وبين نادي سيد المرسلين فيسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصلاحين المستحقين لدخول هذه الحاضرة جميعا من الأولين والآخرين إلى يوم الدين السلام علينا وعلى عباد الله الصلاحين ثم نقر لله بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم نتضرع إلى الله طلبا بمنه وكرمه على من كان سببا في هذا الخير كله فنقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كم مرة نصلي في كل مرة نصلي ثلاث مرات اللهم صلي على محمد واحدة نخصه بها واحدة وعلى آل محمد أي محمدا وأهله فالآل تشمله هو أهله لم نقل على أهل محمد على آل محمد يبقى الله مصلي على محمد واحدة وعلى آل محمد الثانية محمدا وأهله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم يبقى الثالثة ففي المرة الواحدة نصلي ثلاث مرات ما معنى الصلت عليه؟ صلاتنا عليه دعاء صلاة الملائك عليه دعاء طب صلاة رب العالمين لا يصلى ركعتين ولا أدعو له صلاة رب العالمين ثناء وتمجيد لذا بنختم التحية فنقول في العالمين إنك حميد مجيد حميد ملتبط ببارك البركة ثمرتها الحمد لأنك حميد بارك على محمد وعلى آل محمد كما ركت على إبراهيم لأنك الحميد طب المجيد لا ارتبط بالصلاة اللهم صلى لمحمد لأنك المجيد اثن عليه مجده عظمه اعطيه مكانته وقدره ومنزلته التي ترتضيها رب العالمين له يا سلام معاني خطيرة جدا جدا ثم إذا فرقنا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم نخرج من حضرة رب العالمين بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهة اليمين نخرج من حضرة رب والسلام جهة اليسار نعود بها إلى الأرض كما كنا من حيث بدأنا هذه معاني خطيرة جدا كيف نعيش الصلاة على أنها معراج معنى خطير خطير جدا بل نتذكر من نحن في ملك ربنا إنسان واقف على الأرض على الأرض كرة صغيرة في ملك الله الكبير تسبح حول الشمس ومع الشمس في مجرة ومع المجرة مع مجرة أخرى وبنلف كلها تحت قديم السماء والسماء دي كلها عبارة عن كلها صغيرة تحت عرش الرب ويحيط بها سبع سماوات سبعة وكل دول تحت كرسي الرب فوقنا فوق كرسي الرب ما يضعه رب العالمين تحت قدمه والنبي يبين يقول السماوات السبع مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة خاتم صغيرة وضعنا في صحراء أفريقي كم يساوي لا شيء قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة الكرسي تحت قدمه الرب كما قال تعالى وسع كرسيه السمة الأرض والعرش استوى عليه الرب شيء عجيب عجيب نتخيل هذا المشهد وأننا بينادى الله ونناديه مش بسوط عالي لا نحن نناديه نتسارر معه كما جاء في الحديث من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن ومن أراد أن يكلم الله فليصلي ده أنت بتغطبه تقول الحمد لله رب العالمين وتنصت لأن الرب يعطيك مقابل لهذه الخطاب كما جاء في الحديث الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى لملائكته حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى لملائكته أسنى علي عبدي فإذا قال ملك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى لملائكته هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل منه العبادة ومن الإعانة فإذا قال العبد يهدين الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم ولي المغضوب عليهم ولا الضالين قال تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل الله أكبر يعني خطاب وحوار مباشر وردود ولذلك يسن لنا أن يتح الفرصة الحمد لله رب العالمين مرحب مالك ومدين وإيه أنت فيهن أنت في عبادة وفي أعظم عبادة لتقول لذلك ومسلمة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين يمد واسكت يعطي فرصة لرب العالمين يخاطبه الرحمن الرحيم يمد واسكت وهكذا في كل صلاته لنخاطب رب العالمين وليخاطبنا فيها رب العالمين أعظم خطاب مع رب الأرباب فكيف نتمل زواله الخلص منه سيدنا موسى لما سأله وما تلك بيميك موسى عايز يخلص لو قال عصى كانت إجابة صحيحة كاملة لكن أبدا عايز يطول الجلسة يطول الأعدم رب العالمين يطول الأنس برب العالمين قال هي عصى مش عصى لا عصايا أنا سألتك عصات مين قال هي عصايا أتوكأ عليها سألتك تنمسك لي أبدا عايز يطول الجلسة هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يمكن يسأله إيه المآرب ويطول الأعدة ويطول الجلسة أكتفي بهذا القدر انتهى الوقت وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم وأن يرزق نيوكم الأنس به وحسن الوقوف بين يديه وحسن إقامة الصلاة على النحو الذي يرضيه عنه إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله ليولكم وجزاكم الله خيرا للحسن استماعكم ومتبعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته